السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رأينا نتضع على فيزا التطوع الإسبانية أو فرنسا أو أي دولة أوروبية كما تعلمون هناك الألاف والمئات الألاف للجمعيات في أوروبا يطلبون بشكل عاجل حملات توظيفية لمتطوعين كمتطوعين بيشتغلوا معهم في الجمعيات أولا هناك أسر أو عائلات هما يطلبون متطوعين معهم كي نقولوا في المساعدة الاجتماعية رعاية الحيوانات أو الجمعيات اللي كنشتوا في رعاية المسنين أو الأطفال المتخلعين لهم أو شيء من هذا القبيل أو ما شابه هذا لك فهناك الألاف من جمعيات يطلبون متطوعين فالواحد دي ما فاش كي بغي يهاجر بزاف دي الطرق طريقة طلب الهجرة تأشيرة سياحة أو لا فاش كي بغي يهاجر بشي سياحة بيانسور كي دير طلب تأشيرة سياحة تأشيرة سياحة أو لا كين طريقة التطوع التهيير كين بزاف دي الناس كي هاجروا بالتطوع وبزاف دي الناس اللي خدمنا لهم ملفات هم بالتطوع عبر المكتب عندنا ملفات دي التطوع وكين ناس اللي تواصلوا كنخليوليكم بعض المرات روابط دير بعض الجمعيات اللي احنا في تواصل معهم من شكل دائم من أجل التطوع كذلك ومثال في هذا الفيديو هادا غني تخليليكم رابط في صندوق الوصف وفي البرميكرو موطيف تتعليق رقم واحد كي يكون ايبا انجليديا نحنا كي يكون الفوك يدير لغ بلوس اقراء المزيد وكي خرجوا لك روابط لازيمة من أجل التواصل مع هادا الجمعيات كنخليوليكم غير بعض الجمعيات هناك المئات الجمعيات اللي احنا بيتواصلين معهم عبر المكتب بالنسبة الناس اللي بغيين يهاجر كمتطوع شرافة لابريتي تدفعل هادا الجمعيات اول حاجة تكون عندك سيرة ذاتية منضمة تكون عندك واحدة كي كنقولو خطاب تحفيزي اللي هو اللي تخدم موتيفاسي ولا خطاب تحفيزي اللي كي تبين لهم على انك جدي في الموضوع جدي في موضوع الهجرة وجدي في موضوع التطور وانت دائما تسعى على المصلحة العامة وتحب العمل التطوعي والجدي بالذكر على انه خطاب تحفيزي يختلف من جمعيات الى اخرى على حساب النشاط دي الجمعيات لكانت جمعيات تنشط في على فجأة تخليكم في صندوق الوصف راتع في كل جمعيات والنشاط دي الله فجأة لكانت جمعيات تنشط في رعاية الحيوانات كتقولهم على ان كنت ترعى الحيوانات منذ الصغار وانت تحبهم وكنت ترعىهم وكذا كذا ولا كانوا في رعاية المسنين كبار السن تقولهم على انك انت تحب رعاية كبار السن وترعىهم وتقدمهم يد المساعدة وكذا كذا كذا ولا يمتزعوا على المصلحة العامة كذلك 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 عندك مستوى لغوي جيدة تكون لغوي جيدة تكون لغوي جيدة لا عندك عامل جمعوي سابق ولا عندك كي كنقوله تجري بافشي عامل في فا مع جمعية جمعية آخرية هذا سيكون من الأحسن ليس بالضروري ولكن من الأحسن هذا سيتم بلوس سيعزز الملف ديالك ولكن كما قلت ليس بالضروري فهناك جمعيات لديهم نقص حد في المتطوعين ما عليكم إلا أن تتراسلوا معهم أو اللي بغي يجي عنا المكتب نتوصطو له ونتفعول له الطالب دياله مرحباً بل جميع المكتب ديالنا متواجد في مدينة الضالبيضة نستقبلوا للناس بشكل يومي من أجل استشارة أو إيداع الملف يجيونا ناس من جميع الموضوع المغربية يومياً لأن المكتب الضالبيضة من أقدير من المراكش من الداخلها من العيون من طانجة من فاس من مكناس من جميع الموضوع المغربية يومياً يجيونا المكتب الضالبيضة من أجل إيداع الملف أو الاستشارة عندك نهار واحد ديالصفة يجيونا لطالبيضة باش نجهزوك الملف وقد ديه معك واجد طلب مدفوع وكل شيء مدفوع وقد ديه معك المواكبة بالهاتف حتى كي نقولوا يسهل الله في الدوصي ديالك اللي بغي يجيونا سنجعلوا العنوان في صندوق الوصف وفي البرمي كومنت تعليق راقم واحد ستجعلوا عنوان المكتب وقد ديكوا مثال روابط العزيمة من أجل التواصل مع الجميعات نشتغل من الاشتاءال 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 ببناء śm was in prayer فهذه الجمعيات وتوقع الله او تفاعلهم الطليب ال ihr nicht licenceال والدعاء لكن嘗نا ستحدث معظر الشيء الجمعيات السيء أي حاجة أفاعلوان بالدعاء طلب من الله يصبح ke nord لعدمkeit بالخير التي تست Database Ars يستر الكربي الخطوة التانية. ديما الواحد يستعن بالدعاء. انه سميع واجيبه بالاستجابة يجدير. يا رب بالله ما يستر الامر جميع. نطلب من الله سبحانه وتعالى يستر الامر جميع. نطلبه ديما نطلب من الله سبحانه وتعالى يستر الامر جميع. نطلبه جميع من الله سبحانه وتعالى يستر الامر جميع. ان شاء الله كما اقول دائما مستقبل سيكون زاهرة ان شاء الله باذن الله. مستقبله ومستقبل في يدل الله سبحانه وتعالى بحيث يتم عمل في هذا الفيديو بال当初 مع بعض المستقبل هناك الكثير من الناس المسح bible الناس في معتصف فهما يحب الأدخاء يستطيع Favorite ادخاء The work of pul성 سوف تكون بصحة جيدة والسيرة ذاتية منظمة ويكون عندك لا لا يتخدم موتيفرسيون وتدير رقم الهاتف ديالك للتواصل والبريد الإلكتروني يكون حادث ماذا يعني حادث؟ لا تديرش إيميل قديم يتصلوا بك ما يلقاوك شو أنت ما تدخلش ليه بزاف وتضيع منك الفرصة يجب أن تبين لهم على أنك جدي أول حاجة في الجدي هي أنهم لتتواصلوا معك هاتفيين وعبر الميل أن تتواصل معهم في الوقت لأنك تجاوبهم فرض من أفراد العائلة عبر الهاتف سوف تكون لسا جدي وما سوف يكملوا معك المسطرة فلا تصلوا بك يلقاوك أنت في التليفون يلقاوك جوانيا بل كدلك ومثال سوف تقول لك واحد البريد واحد الميل تجاوب معهم في أقصى وقت تجاوبهم في 24 ساعة ما تتطلش لا تجاوبهم على مدة أسبوع لمدة أسبوعين أنت لا تتحلش الميل بزاف وتضيع منك الفرصة يجب أن تبين لهم على أنك جدي وعند تجاوبهم عن التعليم يجب أن تجاوبهم وعند شركات خدمة معهم هذا سيعزز الميلفك سيعزز الميلف وكل رجولي أنت لا تردت من للميلف سيعطيك المنحة نعم سيعطيك المنحة سيعطيك السكال ومواصلات ولكن هذه الخطوة نحو الأمام. أنا أعتبرها أنها خطوة جيدة نحو الأمام نحو ذلك البلد. لن تقلب على عمل نصف الوقت. أصلا هم سيعطيك نصف الوقت باش لا تخدمش أسبوع كامل. سيعطيك نصف الأسبوع باش تقلب على العمل. لكي تحصل على راتب من أجل تغطية تكاليف المعيشة. هناك المعيشة غالية يجب تغطية تكاليف المعيشة. فسيعطيك نصف الوقت انك تصل على العمل. وفي توقف المستقبلة لكي حصلت على عقد عمل دائم. وممكن تبشر المكتب الأجانب وتطلب على أن يعطيك بطاقات الإقامة الدائمة. لن تكون بطاقات الإقامة الدائمة وما تبقى أن تغير بواحد العقد كمتطوع. لن تقول لك بطاقات الإقامة الدائمة. ستكون حورا إن كنت تريد الاستمرار أن تنشرط بها الجمعية في العمل الخيري. أو تتخلى على العمل الجماوي وتكونسنتر وتعطي الوقت الكامل على العقد الدائم والعمل الدائم ديلك. فكيبقى الخيتيات ديلك هده هده خطوة نحو الأمام الغير. فنهضروا دبار شوية على أنهو الناس اللي بغين يديروا بريباراتيون دوسية. لن أجد طالب الذائم الكامل للهدف . لن أجد الإقامة الدوسية على هذه الرسالة على الملف التأشيرات. يجب أن نقوم بإمكانك التأشير من أجل طلب تأشيرة سياحة لنها البسocksر قبل طلباشًا بالطلاع من دراسينه من وهؤلاء ، فهو ان الكوانسليات لها معايير لها تطلعات و Shorts يجب ان يستجيب مع تطلعات الخروجات التي يتم تسletsها القنصولية الواجهي لكي يستجيب مع تطلعات المساعدة والمعايير والتطلعات التي تتم تسesting الخروجات كان ملفك مرضى ومعمول بطريقة صحيحة وجيدة ورد تحصلها للتأشيرة نحن أهل الميدان لدينا خبرة في الميدان لدينا اتصالات في الميدان لدينا كي نقولو خبرة كبيرة وعندنا الحمد لله كفاءة عالية في الميدان لدينا اتصالات في الميدان اللي بغي يجي يدفع أربار المكسب مرحبا بيك كانت تكلفوا بالموعيد بـ Preparation de dossier تهيئ الملف وكل شيء حتى طعن إن قدر الله وترفض ليك الملف ديلك وخحنا نسبة رفضة عنا في المكسب شيء بهمون عادمة لإننا احنا كمكسب كنششغل وعلمي لف باش يكون معمول بطريقتين صحيحة وبطريقتين قانونية وبطريقتين كي نقولو بـ Preparation العملية باش ما تعودش الرفض إن قدر الله وتعودت الرفض ما نقولوش ليك حنا خدمت نادلنا هلا كنتحملوا المسؤولية دينا وكنديروا الطعن وغالبا ما كان ديروا الطعن شناه الطعن هو كنتعنوا في قرارة الكنسولية كنقولو القنسولية هاد السيد هاد الملفة يستجيب مع المعايير التي تطلبون لها ملفة جاهز يستجيب مع الشرط التي تطلبون لها فمن حقه لحصول هالها تأشيرة كيتم إعادة النظاف الملف ديالو من طرف القنسولية وغالبا ما كياخدها 8-40 ساعة بعد ما كان ديروا الطعن هذا من جانب من جانب آخر كنقدروا عاو تالي ندفعوا ليك قنسولية أخرى وأخرى أخرى حتى يجيب الله تيسير أولا كنقدروا ندفعوا ليك العمل تطوعي وتأشيرة سياحة كادة كاداتك يستطلها في الملف ديالك ما كانت تخلوش على الملف ديالك حتى يستطلها فيه هادا من جانب من جانب آخر بنسبة البريباراتيون دوسير بوردو من ديفيزة توريست هي الملف من أجل الحصول على أو طلب تأشيرة سياحة أول حاجات نخدم عليه يكون مروج هاك يكون لك إذا كنت بانك مروج لك إذا كنت يكون عمليات ساحب وإذا ماذا يعني عمليات ساحب وإذا وهو يكون كنت بانك مروج وهذا اللي كيخدم لك عليك المحاسب ديالنا عمليات ساحب وإذا ديل مدة 6 أشهر كاللي يقول لك التشغير ديال الكاشف الحساب البنكي هي كافية ناعم كافية ولكن نحنا كنديل ساتشوار كامكسب باش كان بيدنو مصدقية اكثر او بيانسور تنخدموليك على لدوسي پوفيشنال لعندك عمل مزيان لما كنتي خدافقه تغير مهيكل كان قدرون صاوبوليك واحد انشاء شركة كنستوشن لسوسيتي ولا كان دلو لك واحد شركة كان دخل فيها شرك باش تولي عندك شركة قائمة بيداتيها باش تولي عندك لاتestation de travail شادة العمل بلتان de pay لفيرنان دماندونك de congé يكون مدفاق جاهز من اجل طلب التأشيرة فكننخدمونك على لدوسي دو ا ا ا زاد اللي بغيت لب تأشيرة السياحة بيانشور كنقدرون ندفعو لك الطلب لدينا اتصالات في الميدان كنعفو مدى يجري داخل اسوار الكنسوليات لماذا؟ لانا كنعملو مع الكنسوليات بشكل يومي كنديرو دراسة كنديرو دراسة كنعفو كندفعو الدراسة دي الناس بشكل يومي كنعفو هاد الكنسوليات تسع تليفزا هاده مصعبينش شوية هاده مسهلين على حسب ضعوف على حسب ضغفية لديك الساعات على حسب لوقيتها لديك الساعات كنقصوليات تكون تتعطيم بواحد الشكل كبير كنقصوليات تترفض بواحد الشكل كبير احنا كنعرفو فين ومعياش وكيفاش وبنم انتصلوا عندما الدراسة غيرتحط كنعرفو لانا كنديرو دراسة حول الموضوع فاللي بغا كي نقولو خايف من الرفض و بغايدفع اعطار في المكسب عندنا مرحبا بي هو الف مرحبا غادي نخلي العنوان في الصندوق الوصف كما قلت و في البارمي كومنتر بدون سيك نحسبوه بستلاف درهم لغير سيميل درهم لغير حنا عنا الشفافية كنقولو كل شي في فيديو مشي تتجير ونقولو التمن كان بعض المكاتب اللي كي حسبوه بعيد المليون كيبيعو دي كونترابس بعيد المليون تمنياد المليون مع الاسف أنا لا أعميم هناك بعض المكاتب الذين يشغلون بمصداقية وبحب ولكن مع الاسف كبعض المكاتب غارضهم أولي هو الغرض المادي نحن غريزاتنا الأولى هي مساعدة الناس أننا كيك نقولو نستجبو مع كيك نقولو طلبات ديال الهجرة اللي بغير يدفعوا الناس أننا نقدمو لكم يد المساعدة أننا نرجوكم بالطريقة الصحيحة ونتلقاوا دعوة الخير لنا للناس فغريزاتنا الأولى هي مساعدة الناس يالولى فكما قلت السلافة الهمية تمان رمزي و بسيط في المتنوى الجميع فيه كل شيء رمزي و تحديد دوسية تهيئ الملف فيه كل شيء ماش كننفعو الطالب إن شاء الله بإذن الله نهار اللولفاش كتجي كنتخبت رسال ديالك ديال المكتب بيرسور فيه الخاتم كاشير بيرسور وتنخدموك على الدوسي السيور بلس كتديم عكا الرفيرانز ديال دوسي وكنديرو معك المواكبة إطابة غيطاب تيسه الله في الدوسي ديالك من هذا الملبر أرحبه بالجميع هذا الشرف اللي أنت أتويندي إلى المكتب من أجل السيشارة أو إداء الملف هذا الشرف اللي أن أزويدكم بالمعلومات اللازمة هذا شرف اللي أن أستقبلكم وأن أقدم لكم يد المساعدة اللي بغي يجي مرحبا به كما قلت العنوان غدلقاهه في صندوق الوصف كين الناس كنحسبو ليون دوسي فابو شلو ما هل الناس الناس اللي هم دوي الحتياجات الخاصة والناس اللي هو يتيم الأب ويتيم الأم وصغير في السن وليس لديه سند اللي هو صغير في السن ويتيم الأب ويتيم الأم وليس لديه سنة بل أكثر من ذلك نخلصوا عليه إجراءات القوصولية من جيبنا مشي مشكلة غير يخلصونا هذي الناس بالدعاء الخالص ومعنا دعوة دير الخير والله يسهل الأمور جميع يا ربي الله ما يستهل الأمور جميع نطلب من الله سبحانه وتعالى يستهل الأمور جميع فلا نسيتش حاجة خليوا لي في الكومنتر هذا ما كان وأحبو بي جميع مرة أخرى ما نطوش عليكم إلى الفيديو المقبل إن شاء الله بإذن الله الله يعوكم اشتركوا في القناة